دول الأسرة الآشورية مما تتكوت كانت أسرة محافظة بصراحة الآشورين جدا محافظين بالمناسبة يعني ما كانوا يسمحون بأي نمط منفتح في العائلة بالعافية كانوا متشهدين جدا وعندي نصوص حقيقة لهذا الموضوع كثيرة بهذه الفكرة وهذا أمامي نموذج لعقة زواج آشوري خديم للأسف ما عندنا وقت لكن أنا أكش هناك شيء ربما لا أكثر على بالكم وهو الحجاب الآشوري الآشورين أول من اخترع الحجاب ولكن لغرض اجتماعي وليس ديني كانوا يريدون من السيدة المتزوجة أن تضعوا شالا على رأسها لكي لا يتحرش بها أحد يعني وإذا امرأة غير متزوجة وضعت شال فيعاقبوها أنه السيدات متزوجات هنا اللي يلبسن الحجاب يعني محجب مفهومنا الحالي لا عندي صور حقا إذا نطلع به الحجاب هو مجرد قطعة تستر الشعر وتدلها على جزء المرأة الأعلى وكانوا إذا مثلا طرائف في هذا الموضوع إذا ما يسمى يعني عفوه بالممسات إذا يلبسن حجاب معاملتهن جدا قاسيا صير يعني يصل الحالي إلى صب القار في فمهن يعني شيء قسخ لا تصد ولا لم يحد كان يقترب من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر